مركز دراسات تتويجا لتعاون مثمر بين مركز دراسات وبرنامج المستوطنات البشرية والبرنامج الإنمائي لدى الأمم المتحدة تم إطلاق تقرير حالة المدن العربية من مملكة البحرين هذا التقرير الذي يؤتي ثماره بعد عدة سنوات من البحث والتحليل والدراسة من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية المحلية المعنية في الدول العربية حول حالة المدن العربية هذا التقرير يقدم بالتحليل وبالأحصائيات وبالأرعام التطور الحظري والتحديات والفرص المتاحة أمام المدن العربية في دولنا العربية إطلاق تقرير حالة المدن العربية مهم للغاية لأننا واجهنا العديد من الأزمات مؤخراً منها جائحة كورونا وتغير المناخ والكوارث الطبيعية يأتي التقرير لمعرفة أين تقف المدن العربية الآن وكيف يمكننا المضي قدماً لتحقيق التعافي الأخضر والبنية التحتية الخضراء تقرير المدن العربية 2020 تدشينه اليوم هذا طبعاً بيوثق الجهد التي تبزل خلال السنوات الماضية للنظر في التحديات التي تلقاها المدن في المنطقة العربية من ناحية التخطيط العمراني يقدم التقرير اقتراحات نوعية تدعم عملية صنع القرار في دول المنطقة وتوظف التخطيط الحضري وفقاً لأفضل الأساس المتبعة عالمياً للمدن العربية التي شهدت توسعاً كبيراً بموازاة تحولات اجتماعية كبيرة ومؤثرة في المنطقة تظهر نتائج هذا التقرير أهمية المدن المستدامة ويركز على الهياكل الحضرية وتمويل الهياكل الحضرية وإيجاد طرق بديلة لتمويل البنية التحتية مثل الإسكان والأماكن العامة وجعل مدننا أكثر استدامة يهدف هذا التقرير إلى إثارة بعض المواضيع ذات الأهمية بخصوص التنمية البشرية وتنمية المستوطنات البشرية والمدن العربية بالأخص حيث هناك شواهد كثيرة على متغيرات فيما يخص المناخ وحركة السكان والهجرة الداخلية التي في بعض منها قصرية يظهر هذا التقرير الذي يعتبر أول تقرير إقليمي يصدر في مملكة البحرين مدى اهتمام حكومة البحرين بالتخطيط الحضري المستدام وكذلك التحديات التي تواجه الأطر الاقتصادية والمالية للبلدان العربية على المستويات الإقليمية والوطنية لتمويل البنية التحتية في المناطق الحضرية أول تقرير صدر في عام 2012 في الكويت وبسبب نجاح هذا التقرير في تسليط الضوء على قضايا التخطيط العمراني في المنطقة العربية وبسبب المستجدات المهمة التي حصلت خلال آخر عشر سنوات حرصت مملكة البحرين على إعادة إحياء هذه السلسلة المهمة من خلال إعداد هذا التقرير الجديد واستعرض التقرير أيضا تجربة مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا وتميز فريق البحرين بالسرعة والكفاءة العالية بشهادة العديد من المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية وأتمت مشاركة هذه التجربة في إطار هذا التقرير لتتمكن الدول العربية الأخرى من البناء عليها يمثل تقرير حالة المدن العربية الذي تم إطلاقه اليوم مرجعا رصينا لجميع خبراء التخطيط العمراني المهتمين بالشؤون العربية رين جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين